السؤال اللي بعد كده بيقول ما حكم الدين في اني ببقى متضايقة من وجود اخوات جوزي بس غصبا عني لان كل حاجة عليا وهم موجودين طول الوقت حاسة بزنب اني متضايقة من جوايا مع اني مش بقدر ابين ده قدام حد اعالج ده ازاي عشان ما اشلش زنب انا حاسس ان المسألة مش كده يعني انا متعود بقى على المشكلات بتاعت الارشاد الزواجي ان انا ما بصدقش الكلام الاولي كده او فيه سبب تاني السبب التاني في الحقيقة ان انت شايفاهم بيبصولك على انك انت مش مهمة او قد يكونوا بيبصولك ان انت شخص محتاج يدسع ليه او محتاج يتهان محتاج ان هو يعرف امته ده ممكن هو اللي بيخليك ما تقدرش تتحمل ده او ان ان انت شايفا ان حياتك مفيش خصوصية فيها فهم من بوازلك خصوصياتك خالص هم موجودين طول الوقت فانت مش عارفة تعيشي انت كان عندك تصور للأسرة والبيت عندك بيبصولك التصور ده ايه الحاجات اللي انا ممكن اقولهالك ان انت تعمليها اول حاجة عودي مع جوزك وكلميه قولي له انا شوية مش قادر انا شوية مش قادر اعمل كده انا تعبانة طبعا فيه ستات كتيرة بيبقى عندهم حاجة لا بتقدر تقول لا وفي نفس الوقت ايه اللي حصل ما بتقدرش تطلب مساعدة لازم تبطلي ده تروح لجوزك وتعودي معا كده فيها ده لطيفة خالص وتقولي له انا بحب اهلك وبحب كمان ان انا اضيفه بس انا مش قادرة فانت تقترح علي ايه عشان اقدر اقدر يبقى فيه جوز مني سعيد عشان تبقى حياتنا الاسرية سعيدة انا مش عايز افقد سعاتي ولا عايز افقد شغفي ولا حب للأسرة قولي اعمل ايه ولذلك حضرت النبي احنا كده بنفعل ايه بنفعل قول وصلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعياتي حسسي جوزك ان انت محتجاله وتراحي ده في شكل سؤال يبقى اول حاجة تروحي تحوريه وتقوله له ده وتتراحي ده في شكل سؤال وتشوفيه الايجابة بتاعته هتكون ايه هتقولين انا خايفة ان انا احبط اتكرر السؤال ده بصيغة تانية ما تمليش لانه جوزك جوزك وهو ربنا يجعله سندك ربنا يجعله داعم ليكي فلازم تكون انت دايما متصلة معاه امر التاني انا اقولهولك وجربيه جربي ان ان انت بتمارس الكرم يعني ايه بتمرس الكرم بتعملي حياتك فيها كرم انت بتكريميهم عشان ربنا سبحانه الله يبسع عليكي وكمان يجعلك في حياة سعيدة وحياة كريمة فاذا اعملي الكلام ده من باب الصدقة اعملي الكلام ده من باب ان ربنا يفتح عليكي اخر حاجة ما تخليش وقتك يفوت منه وقت طويل او وانت ما بتذكرهش ربنا تذكر الله سبحانه وتعالى وخاصة الصلاة على حضرة النبي وخاصة بصيغة الصلاة التازية اللي هي في الحقيقة صلاة بتريح القلوب وصلاة مجربة اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وآله يا رب جعلنا دايما في رضاك وفي حماك احنا النهاردة تكلمنا عن شيء مهم جدا شيء عايزين نتخلص منه فتعالوا ندعي ربنا انه يمدنا بقوته ويشيل من قلوبنا هذا الادمان ادمان الشهرة وادمان الظهور وادمان اللايكات وادمان الشرياء التشير عشان ده بيخلي همنا كتير تعالوا ندعي ربنا انه ويعينا ان احنا نتخلص من كل هذه الهموم وهو سبحانه وتعالى لطيف بنا فيا لطيف تلطف بنا ونق حياتنا من سواد الادمان ومن سوادي ان ننظر الى رضا الناس وننظر الى الرضاك انت وحدك يا رب العالمين اللهم اغمرنا بجمال نظرك حتى يكفينا رضاك عن طلب الرضا من سواك يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا جميل يا ارحم الراحمين اشتركوا في القناة